وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من معبر قسطل الزميل محمود جميل مراسل التلفزيون المصري إليك محمود أهلاً وصهلاً بكم وبكل أسادة المشاهدين لازلنا نتابع معكم في هذه التغطية المستمرة لتوافد السودانيين عبر معبري قسطل وأرقين نتواجد تحديداً في معبر قسطل لمتابعة وصول المواطنين السودانيين عبر هذه البوابة التي فتحت أبوابها للسودانيين منذ بدء الاشتباكات منذ أكثر من خمسين يوماً في ظل تقديم كل الخدمات المختلفة من السلطات المصرية سنستعرض معكم خلال هذه الجولة الخدمات المقدمة للسودانيين وأيضاً الرحلة التي يمرون بها بمجرد وصولهم إلى معبر قسطل بداية ستكون هذه البوابة بوابة معبر قسطل هي أولى المحطات التي تستقبل الوافدين السودانيين بعد التأكد من كل الإجراءات الخاصة بالسودانيين فيما يتعلق بالجوازات وفيما يتعلق أيضاً بالتأشيرة الإلكترونية يتم التأكد من هذه الإجراءات من جميع الجهات المختصة الموجودة خارج هذه البوابة ثم دخول هذه الحافلات كما نرى الآن هذه الحافلات تبدأ في الدخول من بوابة معبر قسطل وصولاً إلى هذه المنطقة وهي منطقة التفتيش الحقائب تظل هذه المنطقة لتفتيش الحقائب يتم نزول المواطنين السودانيين من هذه الحافلات وتبدأ عملية تفتيش الحقائب وهذه الحافلات بعد أن يتم بالطبع نزول المواطنين السودانيين والتأكد من كل الإجراءات تبدأ بعض المراحل والخدمات الهامة التي تقدم لهم بداية نتحدث عن مكتب الجوازات يتجهون إلى مكتب الجوازات للانتهاء من كل الإجراءات المختلفة والحصول على أختام الخروج من معبر قسطل وهنا ملحمة وطنية تقدم بمضاعفة الأطقم العاملة داخل مصلحة الجوازات لإنهاء هذه الإجراءات وأيضاً الحصول على الأختام أما النقطة الأخرى التي تستقبلهم أيضاً هي نقطة المساعدات المقدمة من جمعية الهلال الأحمر كما نرى في هذه الصورة بعض الحقائب التي بها عدد من مواد النظافة أو الأدوات النظافة الشخصية التي تقدم للمواطنين السودانيين من خلال جمعية الهلال الأحمر وبالتعاون أيضاً مع المنظمات الدولية المختلفة وأيضاً الكراسي المتحركة التي تسهل وتساعد على كبار السم في الحصول على مساعدة وتيسير لكل هذه الإجراءات هذه هي بعض الحقائب التي تقدم للسودانيين بها عدد من المواد الجذائية وأيضاً عدد من الأدوات النظافة الشخصية الخاصة بمعجون الأسنان أو مكينات الحلاقة بالإضافة أيضاً إلى أننا لحظنا أيضاً وجود عدد كبير من الحافلات المحملة بعدد كبير من البضائع كحركة تجارية متبادلة بين البلدين وبمجرد أن يصل أيضاً المواطن السوداني هناك خدمات صحية تقدم له الخدمة الصحية الأولى الخاصة بالحجر الصحي وهنا يتم التأكد من المواطنين السودانيين بعدم إصابتهم ببعض الأمراض المعدية وكما نتابع من خلال هذه الصورة نزول المواطنين السودانيين من هذه الحافلة نظراً لانتهاء الإجراءات الأخرى المختلفة لكن هناك أيضاً نقطة صحية أخرى هامة خاصة بجمعية الهلال الأحمر وهي العيادة الثابتة في معبر قسطل لتقديم كل الخدمات الصحية والطبية المختلفة وصلنا بالفعل إلى النقطة الطبية الثابتة الخاصة بجمعية الهلال الأحمر والتي تقدم عدد كبير من الخدمات الصحية للوافدين السودانيين بمجرد أن تصل إلى هذه النقطة ويتم الدخول في هذه النقطة سترى عدد كبير من الأطباء في مختلف التخصصات متواجدون هنا في هذه النقطة الطبية الثابتة لاستقبال أي حالة سودانية تحتاج إلى المتابعة الصحية المختلفة من خلال الأجهزة الموجودة نتحدث عن أجهزة قياس الضغط نتحدث أيضا عن كل الأجهزة الموجودة التي تقدم الرعاية الصحية المختلفة وعلى الجانب الآخر سنجد أيضا كل الأدوية الموجودة لكل الحالات سواء أدوية خاصة بالأمراض المزمنة أو علاج السكر أو أي أمراض من الممكن أن يصاب بها المواطن السوداني فبالتالي نجد كل هذه الأدوية موجودة من خلال جمعية الهلال الأحمر المصري التي تقدم عدد كبير من الحالات الطبية قدمت أكثر من 15 ألف خدمة طبية لكل الوافدين السودانيين منذ بدء الأزمة بالإضافة إلى الخدمات الأخرى الخاصة بالدعم النفسي وأيضا الوجبات الجذائية والحقائف فبالتالي كل هؤلاء الأطباء يتواجدون لخدمة المواطنين السودانيين وتقديم الخدمات الصحية المختلفة جهود مصرية كبيرة تتم بالتعاون مع كل المنظمات الموجودة لتقديم كل الخدمات للمواطنين السودانيين تنفيذا لتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم كل الدعم والمساندة للأشقاء السودانيين وكما تحدثنا معهم رحبوا بكل هذه الخدمات وأكدوا على أن مصر بلدهم الثاني التي لجأوا إليها بمجرد بدء هذه الاشتباكات وتستمر تقديم الخدمات للمواطنين وبعد الخروج من هذه النقطة وبعد الخروج من بوابة قسطل يتم استقلال العبرات التابعة لمحافظة أسوان أو القوات المسلحة المصرية من مرسى حجر الشمس ووصولا إلى مرسى وميناء بوثنبل النهري ثم استقلال الحافلات للتوجه إلى موقف كاركر الدولي في محافظة أسوان أو إلى القاهرة العاصمة المصرية أو إلى أي محافظة يريدون التوجه إليها هذه هي الصورة من داخل معبر قسطل والجهود المصرية المقدمة للوافدين السودانيين عودة إليكم مرة أخرى اشتركوا في القناة